دكتورة نوها ونورت الصعيد حضرتك وتعبناكي خلص بنا يا كريمك ان شاء الله احنا نقدم دكتورة ولاء طبعا انا عايز اشكرها بس يعني ربنا يبرك فيك كده ورئيسة الوحدة الفعلية انت اللي مجمع الناس كلها وان شاء الله موفق على طول وخلي بالك من دكتورة علياء عشان خدت نص العيانين منك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا هنتكلم عن اهم انتتي للدياباتيك فوت ويمكن الناس ساعات تعرف في الدياباتيك فوت لما يبقى موجود دياباتيك فوت ألسر ساعات كتير الناس بتبقى خايفة او من مصطلح الدياباتيك فوت لانه دايما كلمة دياباتيك فوت ساوي وده فكرة غلط عند بعض الناس ولكن احنا دايما في الدياباتيك فوت ألسر بقى لنا استراتيجية ومانجمنت والجوريزم نتمنى اننا ان شاء الله نهاردة قدر اغطيه عشان نبقى عارفين واطة ازا اي بي سي مانجمنت اوف داياباتيك فوت ألسر زي ما بنبدأ اي سلايد للدياباتيك ونقول انه هو جروينج ابداميك وستيل عندي هاير بريفلنس اوف داياباتيك نفس الكلام الكومبليكيشن بتاعت الدياباتيك ومنهم الدياباتيك فوت ألسر برضو البيفلنس بتاعه بيزيد اللي هو قاله ان هو يوصل تقريبا لواحد من كل الستة عيانين عندهم داياباتيك في الديفولوب دي كنتري ويوصل لأكتر من 40% من عيانين الدياباتيك في الديفولوبين كنتريز يعني تخيلوا اني عندي 40% من عيانين الدياباتيك ممكن يحصل لهم داياباتيك فوت ألسر المشكلة التانية مشكلة المورتاليتي يعني احنا بنبص للألسر على اساس ان العيان هيبقى مش هيتحرك هيبقى هانديكيفد ممكن يحصل له انفكشن أمبيوتاس لكن المشكلة فعلا الكبيرة هي المورتاليتي وقالوا ان العيان للي عنده داياباتيك فوت ألسر بيبقى عنده double risk of mortality عن ال breast cancer اللي هو اسمه cancer ويساوي الاول cancer mortality تخيلوا بقل عيان الللي عنده أمبيوتايشن بيبقى عنده اضعف المورتاليتي ريسك عن كمان الدياباتيك فوت ألسر وعن الاول كانسر وبالتالي انا دلوقتي اللي لما بعمل العيان أمبيوتايشن انا عارفة الفايف يير صورفيته بقت قليلة جدا عشان يحصل لدياباتيك فوت ألسر فيه باسو فيسيولوجي بتأصباقه اللي هي أشهرهم لدياباتيك بريفرانيروباسي نيروباسي بيعمل دياباتيك فوت ألسراشن عن طريق إما يحصل سنسري أو لصف بروتكتف سنسيشن فالعيه ممكن يحصل له ترومة وأنوتسد وممكن يحصل له ألسر أو ممكن يحصل موتور نيروباسي ويحصل ديفورمتي تغير البرشر ديستريبيوشن في الفوت تعمل لي ألسر أو ممكن يحصل أوتونوميك تبدأ الفوت تبقى دراي وفيه لصف سويتينج ويحصل فيها فيشيرز وكراكلز تعمل لي ألسراشن المشكلة الثانية هي مشكلة البريفرارتيريال ديزيز والكوراني كلين بسكيميا وأنه ممكن يحصل له واتس كولد الإسكيميك ألسر البرولانجد هايبرجليسيميا لوحدها بتقلل الاميونيتي بتقلل الووند هيلينج وبتقلل كولوجين ديبوزيشن في الألسر وبالتالي هي لوحدها لو العيان سكره عالي عشان كده إما لما يجيلك العيان بضياباتي الفوت ألسر تقول له إيه ما هو السكر العالي ودي واحدة من الكومبليكيشن من السكر وبالتالي الهايبرجليسيميا لوحدها ممكن بريد سبوز للضياباتيك فوت ألسراشن الدياباتيك فوت ديفورمتي اللي بتحصل ناتج الأوتونوميك نيروبسي أشكالها كتير ومتعددة ويمكن هي أكتر حاجة بتصبق حدوث الألسر ولما بيحصل ديفورمتي يبقى بيحصل بريشور ديستريبيوشن مختلف مع الماشي مع الوقفة فبتبقى عندي إيريا عندها هليع هاي بريشور الإيريا دي ريسكي إنه ممكن يحصل فيها داياباتيك فوت ألسراشن زي ما احنا شايفين مثلا أشهر مثال الحالة اللي عندي برومننت متترسل هيد شايفين الحتة هي بقت برزة جدا واضح جدا إنها عليها هاي بريشور وبدأ يتكون واتس كولد الكيلوس اللي هو دوت واحد من الماركرز اللي بعد كده بيقولك إنها هيحصل داياباتيك فوت ألسراشن عشان كده النيروباسيك ألسر عبره مكان وليد اللاحظة العيام بيشوفوا أكسيدنتلي ليه؟ لأن العيام ما عندوش سنسيشن لكن الحقيقة هو قبل ما بيحصل الألسر بيحصل حاجة اسمها الكيلوس الكيلوس يعني بتحصل هايبر كيراتوتيك آريا بتحصل أكتر في البلانتر سيرفس وفي زفوت على الاريا اللي عليها هاي بريشور الكيلوس دايما بيبقى بينفل لو حصل لأي حد هلسي لكن عشان فيه لصف سنسيشن فالعيام مش بيحس بيفضل ماشي على رجله يبدأ الكيلوس دا يمتد جزوره جوه أكتر يبدأ يحصل لساكوتينيس هيمورج يبدأ يفتح بألسر أنا مستمرية ولسه بحمل عليه ولسه بمشي وبقف عليه هيبدأ يوصلي ديبر للتندن والمسل والبون وبالتالي ممكن يبقى عندي كمان مش ريسك في الألسر وبس يبقى عندي ريسك أوف عشان كده دايما نقول أهم حاجة في الستاندرد الكير بتاع عيانين الدياباتيك فود هي الإنسبكشن انت بس لو عيان الديابيتس كل يوم شاف أو بص في الفود بتاعته هو هيشوف الكيلوس هيشوف التانية بيدي زي ما قالت الدكتورة نوها هيشوف الديفورمتي اللي هي ممكن تحصل وبالتالي هو ممكن تبريفنت الفود ألسيريشن عشان كده دايما نقول الدياباتيك فود إذا بريفنتابل إلا وانس إن حصل الألسر فبيبقى عندي شوية حاجات كده مهمة إن أنا تؤسس الألسر ده أول حاجة اللوكيشن بتاع الألسر السايز بتاعه الدبس قد إيه هل البيد أو الألسر بيد كويس هيلسي ولا فيه نيكراتيك تشو جرانيوليشن تشو اللي طالعة دي هيلسي ولا لا الألسر ده وتواصل للبون هل فيبقى عندي رسكوف أستيمايلايتس فيه عندي أكسيدت عالي سيروس أكسيدت أو بيرلينت أكسيدت كل ده بيبين لي إنه ممكن يكون فيه إمفكشن الاجي إفكت هل عندي هايبر كيراتوزيس أروند الألسر ده ممكن أو الكيلس ده كل دوت ممكن يزود لي أو المشكلة والأنهيلينج تاع الألسر يجي بعد كده بعد ما شفناه نعمل له حاجة اسمها الكلاسيفيكيشن سيستم كلاسيفيكيشن سيستم أنواع كان بدأوا بالفاجنر وهو كان أسهلهم في الكلاسيفيكيشن وأول واحد بدأوا من يعملوا بعد كده جاءت اليونيورسي أوف تيكسس بعد كده جاءت حاجة اسمها السينباد سكور والبيديس سكور كلهم معظمهم بيركزوا على إن أنا أركز على الألسر الدبس بتاعه في إسكيميا ولا لا في إنفكشن ولا لا كل دوت بيبقى من البرامتر اللي بيحدد بعد كده هاو تديل وزيس ألسر لكن إحنا دائما بنعرض الفاجنر لسهولته لأنه هو بيقول لك من أول الفوت أترسك اللي هي زيرو لغاية ما حصل لي سوبرفيشيا الألسر وبعد كده الألسر ده بقى ديب وصل للتندن بعد كده وصل للبون وعمل إستمرار بعد كده عمل لبورشل جانجرين ثم بريد جانجرين فوي سهل قوي أي حد ممكن يأسس الألسر بالبجنر لكن إحنا لازم نعرف إن في عندي طايفس أوف ألسر وأشهره من يروباسيك ألسر وهو بيبقى بيبقى كيلس أو هايبر كيراتواتيك تيشو ألسر وهي لأن فيه حاجة خطيرة جدا اسمها الإسكيميك ألسر بيحصل معاينين عندهم كرونيك لمبسكيميا أو بي إي دي الإسكيميك ألسر دايماً بيبقى على الدورسل سيرفس أو طيب في زاتوز بيبقى بينفل وبيبقى متغطي دايماً بحاجة اسمها الإشار أو بيبقى لونه أسود وبيبقى دايماً بيبقى عندي لو نعمل إجزامينيشن هنلاقي فيه أبسنت للفوت بلس ولكن زى ميجورتي أو دايباتيك فوت ألسر أو أكتر من 50% بيكونوا مكسد زى نيورو إسكيميك يعني بيبقى عندي سم سورتوف نيوروباسي وبقى عندي سم سورتوف إسكيميا وبالتالي معظمهم بنعلمهم بنعمل لهم أزى نيورو إسكيميك ألسر إمتى أصص بكتل إنفكشن ده عينجلنا بدأ يبقى عندي إديمة بدأ يبقى عندي إنفلاميشن وبين أو بدأت تبقى فيه إيريسيمة لكن الحاجات دي ساعات بتبقى مش واضحة قوي نتيجة للأوتوناميك نيروباسي فنبدأ نبص بقى بقى عندي بقى عندي بقى عندي بقى عندي بقى عندي بقى شايفين البد بتاع الألسر مليان نيكراتيك تيشو طبعا الهيل بالذات منطقة صعبة جدا لإنه بتبقى ترابيكولر بون والبون الترابيكولر دايما بيبقى عوضة للأوتوناميلايتس بسرعة قوي فعشان كده الإيريا دي بتبقى دينجرس جدا العيان ده بنتعامل معاه فيري كوشيس إمتى العيان يحصل لأوتوناميلايتس القوتوناميلايتس لو أنا عندي ألسر فوق البون على طول أو لو الألسر دوت أنا فلير أوف هيلينج أكتر من ستة شهور أو لو بدأ عندي يبدأ يحصل التو يبدأ يحصل بالشكل ده بيسموز سوسج شيب تو كل دوت بيقول لي إن أنا ممكن يبقى عندي أصيمايلايتس لكي انتر نشهر بروكين جروب قايت اللي في حاجة تسهل قوي تعملي حاجة اسمها البروب تبون تيست تدخلي بروب دخل الألسر لو البروب ده وصل للبون بدأت أحس البون يبقى أنا حصلي أوسيمايلايتس بدأ تسهل جدا أن أنا أعمله طب هعالج إزاي الألسر عندي من واحد لخمسة لكن شايفين واحد مركزة على عيني على العيان نفسه العيان اللي عنده دياباتك فوت ألسر هو عنده كارديو فاسكولر ديزيز زي ما قال الدكتور أحمد هو عنده كراني كيدني ديزيز وبالتالي ما بقاش بص على رجل العيان وصيب العيان زيته فمهم قوي أسس بقية بعد كده هبص على الواند بالشكل والكلاسيفيكيشن اللي احنا عملناه هدفي إيه هدفي أن أنا أوصل للتريتمينت عن طريق أن أنا أعمل جود دبريدمنت أكنترول الانفكشن أعمل لو عندي كراني كلمس كيميا أبدأ أحط بقى بعض الحاجات اللي هي تنهانس الهيلينج زي ألسر أشوف لو العيان عنده كراني كلمس كيميا بعمل له بقى وأشوف إذا كان العيان ده فيه او محتاج وبعد كده بنبدأ نعمل عشان كده بنقول لازم يكون بعمل وده مهم مش بس مهم عشان يحصل ده مهم عشان بعمل ليه بنعمل دبريدمنت دبريدمنت اللي هي مزايا كبيرة أول حاجة أن أنا بشيل كل النكراتيك تشو بشيل كل الهايبر كيراتيك تشو فبعمل حاجة اسمها بحول لأكيوت ووند فبالتالي يبقى أحسن عندي تالت حاجة أن أنا أسهل علي أن أنا أغطي بي الدريسينج اللي أنا أقدر أستخدمه وأخيرا أن أنا قال اللي هي بتبقى موجودة في النكراتيك تشو عنواق دبريدمنت عندي فيه بيولوجيكال أوتولاتيك وبيو كيميكال أند أوزماتيك الشارب أو السكالبال دبريدمنت هو أسهل واحد بنعمله أوت بيشنت عندنا في العيادة مش محتاج أن أنا أعمل العيان أنسيزيا لأنه عنده لصف سنسيشن هدف الأساسي أننا نشيل كل اللي حوالين الألثر وزي ما قلتلكم هقل البكتيريا وبايردن وهحسن الهيلينج عشان كده لو شفنا قبله وبعد هتلاقوا أن بعد الصورة اختلفت حتى البيت أو الزي ألثر اختلف شكله وبالتالي بيبقى الهيلينج عندي أسرع بدأهم يعملوا ميسو الثانية غير الشارب دبريدمنت حاجة اسمها الألترا ساوند أسيست دبريدمنت ويه سهلة جدا مفيش عندي ريسك بليدنج ميزتها كمان أن أنا قدر أصل ل الميزة التانية أن أنا ممكن أكسر حاجة اسمها البكتيريا وبقلل وبالتالي هي من الحاجات المميزة قوي الألترا سوند ممكن أعمل أطولاتيك دبريدمنت عن طريق بعض الدريسنج اللي هي بيسموها الهايدرو كولويتس أو الهايدرو جيل الدريسنج دي تمزتها أنها تأكتفيت النتشرال إنزامز اللي موجودة في الألسر وبالتالي الإنزامز دي الواحدة بتبقى إنها تأخذ أو تقضي على النكراتيك تيشو أو بيولوجيك طبعا عندكم بقى في شرق آسيا وغيره بدأوا من يستخدموا حاجة اسمها اللارفل أو الماجودس الماجودس دي طبعا من الحاجات اللي بتاكل النكراتيك تيشو في الألسر وشوية بتبقى صعبة قوي وصعبة قوي على العيان فعشان كده هي مش بنستخدمها قوي العسل طبعا العسل مشهور جدا وعسل النحل من الحاجات اللي هي الناس بتعتقد فيه معتقدات كبيرة جدا إنها بيشفي من كل حاجة العسل مهم وكويس قوي في الهيلي بتاع الدياباتيك بوط ألسر بيعمل اللي عن طريق إنها بيعمل لكن العسل ده مش بنحطه من البطرمانات أو بنستخدم العسل النتشرل لأ هو موجود على شكل موجود على شكل جل موجود على شكل ممكن نستخدمها ميديكال لكن مش بنركم مند خلص إن أنا أستخدم العسل نفسه النتشرل إني أستخدمه انسايد زوون بعد كده طبعا إحنا بنشرف بالدكتور ممضوح إن هو شرفنا النهاردة وهيتكلم عن وإزاي أعمل عن طريق طبعا في الدول اللي هي ما فيهاش رسورس للأسف بنلجأ لكن دلوقتي كان عندهم ستاندرد للتوتال كونتاكت كاست أزا جولد ستاندرد في المانجمين في ديابيتك فوت ألسر كل ده هيقلنا عليه طبعا أستاذنا الغالي أستاذ دكتور ممضوح اللي بنشكر توقضوا معنا بعد كده طبعا في النهاية عايز أقول إن الديابيتك فوت ألسر حاجة بتحصل كتير قوي سهل قوي إن إحنا نعمل مانجمينت وستاندرد لعيانين لديابيتك فوت ألسر مهم قوي بالنسبة لي قبل ما أحط عيدي على العيان لازم أعمل أسسمنت العيان ده لو عنده أي فسكولر إنسل لنفر بريشر أسسمنت وانس إن حصل عيان ده حصل له ألسر في حتة يبقى العيان دوت هي دي اللي عليها الهاي بريشر اللي أنا هبدأ بعد كده أعمله أنصول أو هعمله شوز بعد ما يحصل حشان مهم قوي أشوف أعمل دي من الحاجات اللي هي لإن أنا بأعمل وبعد كده بيحصل لعيان فالأنتي ما نستخدمهاش في بعض الحاجات زي الأكسجين سيرابي و ده يمكن هنفرد لهم بكرة محضرات فهنكمل بكرة إن شاء الله بقيت المانجمينت في أثر بشكركم جدا الحاجة التانية اللي أنا عايزة نقوها عليها النهار إن شاء الله في نهاية اليوم يبقى فيه توزيع برضو هدايا وده بنشكو بي تواجدكم معينا وشكرا جزيلا لحضراتكم